عندما بدأت عائلات أدفال من ودي عيسى بوليتي زيوزو في مجال تربية الأبقار كان عددها لا يتعدى الستة لكن اليوم أصبحت تمتلك مزرعة كبيرة تضم عدداً كبير من الأبقار بمختلف صنافها والتي استوردوا نصفها من إيطاليا وأعادوا تصميم الإستابل بطريق عصرية وبمعايير دولية كما تش sü Pit sich بطريقة مع الكبير من بشيئ Maskières عملية أميلاكي تنفيذ ثابة هذاكتل مصررلة تنفيذ كبير من أدفل المنحوظة في وبهنم 25 اكتل من دخلع Lat Clyde العائلة ضعفت في كمية إنتاج الحليب فبعد أن كانت تنتج 25 لتراً أصبحت تنتج 40 لتر وهذا بفضل الأعلاف النباتية الخضراء التي تقدمها للأبقار كانت تنتج 325 لتر. لن يعد إن رائح لن قاعده هذا تسسغل الانسلاج المائيس عندما نترجم من الفجر سن نتصف شعب الماء لان نحن نتصف اسمه من ألائم أولاً يخبرنا مضوء في سكتمبر إلى الأعودي وعلى سكتمبر أو أيضاً تصفى أن الانسلاج المائيس لدي رائح لفضل المائيس صغير قادر لهذا يعني الاعور رغم مختلف العراقيل ونقص إمكانيات التي تواجه هذه العائلة المستثمرة إلا أنها ما تزال تسعى إلى توسيع أكثر للمزرعة والوصول إلى أربعمائة بقرة منتجة وتحقيق الاكتفاء في إنتاج الأعلاف الخضراء